تواجد في قائمة مباراة الغد أمام امبي ومبروك يا رامي المولودة الجميلة وربنا ربي فرحك بيها انت وولدتها بإذن الله طيب على جانب آخر امبي فأحمد أمين أفا اللعب اللي غاب عن مبارتي الجولة الأولى والثانية في الدوري المصري الممتاز وفيها امبي خسر مباراة وتعادلة في الأخرى بيعلن امبي جاهزية مهاجمه بحسب المعلومات الواردة إلينا في الوقت اللي كمان أعلنوا ان لعب خط الوسط زياد كمال سيكون متاحا لاختيارات الكابتن تامر مصطفى في مواجهة فريق مستر مارسل كولر طيب ده بخصوص مباراة الغد ان شاء الله نستمتع بيها وتستمتعوا جميعا بهذه المباراة تعالوا قبل منسيب القصة دي نقول لكم التشكيل المتوقع للأهلي بكرة وهو كالتالي في حراسة المرمى طبعا محمد الشناوي قائد الفريق قدامه محمد عبد المنعم وياست الإبراهيم بسبب غياب رمي ربيعة هذا السنائي سيظهر محمد هاني ناحية اليمين علي معلول ناحية الشمال في خط الوسط مروان عطية بيعود للظهور أساسيا وعلى يمينه أليو ديانج وعلى يساره إمام عشور ممكن ممكن أفشا يدخل حظوظه قائمة وساعتها يبقى فيه تعديل في سلاسي خط الوسط طبعا انتوا عارفين ان الاتنين اللي جنب مروان دول يوم أدوار هجومية كتير قوي في أفكار مارسل كولر الحالية بيرسيتاو وحسين الشاحات على الطرفين وفي المقدمة إما كهرباء وإما مودست وإن كان الأقرب كهرباء وعلى ذكر الأبعد بقى مودست فبعد مباراة المصري الناس أكيد مترقبة